نأتي للمحور الرابع، الأمن الغذائي لا يوجد دولة تملك لا تملك غذائها يعني دايماً يتقال الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها وكانت عشان كده الدولة المصرية كان كل همها وشغلها الشاغل كيف نحقق الأمن الغذائي في هذه الفترة وسمحوا لي يمكن أن أتكلم على التنمية الزراعية نحن النهاردة مع زيادة السكانية فطورة الغذاء ومع ارتفاع أسعار السلع اللي حصلت في الفترة السنتين ثلاثة اللي فاتوا تضعفت علينا فطورة الغذاء زي ما حارض لحضراتكم نحن وصلنا النهاردة في زيادة في فطورة الغذاء غصباً عننا بسبب ارتفاع أسعار الأمح والدورة وكل الحاجات دي بصورة كبيرة جداً طيب النهاردة الدولة المصرية شغلت زي نحن من أول 2015 بدأت الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروعات الاستصلاحي الزراعي وبدأنا بالمشروعات اللي كان المفروض إنها تبقى السهلة أو الأسهل اللي هي بتعتمد على سواء الريب مياه النيل أو المياه الجوفية ولكن بدأنا وبدأنا نشتغل في هذه المناطق زي تشكا وشرق العوينات وكل هذه المناطق والريف المصري النهاردة انتقلنا للموضوع الأصعب والأكثر تعقيداً وهي المرحلة الثانية ان احنا نعالج مية الصرف الزراعي ونرفعها ضد الانحضار الطبيعي للأماكن اللي احنا عايزين نزرعها وده من الناحية الهندسية من أصعب المشروعات الهندسية لكن لا يوجد بديل للدولة المصرية غير كده عشان استفيد بكل نقطة مية بتبقى تصل إلى هذه الدولة وبناء على هذه التقنية احنا النهاردة بنستصلح الدلتة الجديدة وبنستصلح في سيناء وفي أماكن أخرى على هذه التقنية الجديدة اللي احنا بنشتغل عليها النهاردة احنا بنكلم على أربعة مليون فدان بإذن الله هتضاف للرقعة الزراعية اللي في مصر احنا لحتى هذه اللحظة واحد وسبع من عشر وعندنا حوالي اثنين وثلاثة من عشر أو اثنين ونص حيضافوا في السنتين ثلاثة الجيين في كل هذه المشروعات كل ده عشان نحقق أمن غزائي في دولة كل سنة بتزيد اثنين مليون بني آدم لأن لو ما تعملتش هذه المشروعات إذا كانت فطورة النهاردة الغزاء برقم حيتضاعف في سنين بسيطة جدا هذه هي المشروعات اللي احنا الدولة المصرية بتنفق عليها وتستثمرها لأن دائما ايه هي المشروعات اللي الدولة بتنفق عليها فلوسها هي دي دولة بتنفق للمواطن بتاعها كيف نحن نحن نحقق له فكرة الاكتفاء الذاتي وما اكتفناش بالزراعات التقليدية احنا بنشتغل على موضوع السوب احنا واحدا النهاردة من الدول من اكبر الدول على مستوى العالم اللي فيها مشروعات السوب الزراعية مئة الف فدان سوب بيخلص النهاردة عشان يبقى ليه انتاجية تكفي المواطنين المصريين في كل السلع والخضروات